اشتركوا في القناة ورأي تلاك طبع مبروك أكل مرسية أنا تعشيد بره متشكر جدي مبروك تسبح على خير مبروك مطلقتها؟ طبعاً طلقتها وأنت عايز نعمل إيه يعني تاني غير كده؟ أنا لما رحت الناديم فخر ده لقيته جاي بسي في الإعلاء عندنا كله يعرف أم الله رحمها وعرف أبويا وعرف عاليتنا كلها أنت أعمل إيه يعني؟ مبداي بيقى مريم كده بلع والناديم الحبيبي كمان بلع طب وبعدين إحنا كيف في الضياع يا معنى؟ في الضياع إيه؟ وأنتم كنت في حتة تانية قبل كده غير نكيف تضيع مش كده فيها أنا أنا لأختها خليت نقت سنة سنة انت قلت قتل يقتل أنا هقولها قتلتني أحنا ما نزل وحدي يقتل تبت هيقليك الكلام ما دعني أنا عشانه ورا أنا معاه دول لاي أنت قلت على فكره قلت أن أختها كمان معرفش فيه يو على أختها دي هنقولك مئت مرة ما جبني سرت أختها يا سيد أنا بتنرفه queze مبسما أسهرت إرجع أختها أختها فد نسكدي اشتركوا في القناة 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 عبد الحميد عادل عبد السلام الشهر مودي العمر 35 سنة عزب يحمل جواز صف الرقم ماذا يا عبد الحميد؟ هل تحب أقولك عبد الحميد أم مودي؟ أستنى إبراهيم ما تكتبش ما تجي ندردش الأول كده قبل ما نخش في الجد إيه كمية الكوكين اللي أقوها عندك دي؟ جالك إزاي ومن إيه؟ أنا قلت لحضرتك أنا ما عرفش عن أي حاجة يعني لوها في البيت إزاي؟ أنا مجرى الشقة دي لسه جديد ممكن يكون اللي قابل ينسيها فيها اللي قابلك؟ سايف فيها كمية الكوكين دي؟ حضرتك أنا تاتو أرتست مش تجري مخدرات بس الزبط بيقول إني لو أدوات تعاطف في فصلة الشقة وإني لو في منابسك الشخصية تذكر الكوكين ممكن سكرة؟ ممكن طبق الفضل حضرتك أنا بشتغلة تتو أرتستي طبيعي إن أنا عندي ناس بتيجي عندي بيأخذوا حاجات سي كوكو وحشيش وشربوه ده طبيعي أنا أوفر لهم الحاجات عندي في المعرب بتيجي بشتغل فيها وبساعات بيأخذ الكوكين كل فين وفين مش هنكر الحاجة اللي حاجة لقيتها معي بتاعتي فعلا وبس هي استعمال شخصي مش أكتر أنا ما بعملش كده عطول ومش راجل رياني أو مش عطول بأخذ حاجة كده أنا اليومين دول بأخذ كوكاين detsعيت يعني عشرة عندي مشاكل نفسي خليني عمي كده بس أنا مش ناكل من ؛ فاضرات حالتك ممكن يعني أنا بضياء وقت معيك صح أنا قلت الي عندي أنا فعلا غلطة طبيعي فيا السجار طبيعي فيا السجار نتكلم بقى جد سينياد صباح الخير ماريوم عايز اكلمك في الموضوع الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش ما فيش حد تاني هيعرفها اخت ملك تبقى اختي وملك مراتي بحبها وهفضل احبها بتعرفها انا زمان كان نفسي يبقى عندي اخت سري يكون معاها اشكيها مهمة وحكي لها عندي ايه لما جاوزت ملك امبسطت قوي انك موضوع واعتبرتك اختي فرحت قوي ان عندي عيلا عندي كيش فكرة ببقى مبسوطة قد ايه وملك قاعدة على هيمينيو وانتي ورانا قاعدين على شمال لايش احلى من قدان معنا ازنك لازم بروح الشو فلنا عايزة تمشي تسافري طيب تروحي الملك هيك النفساتي بمع خلاص طورنا حقس للتسكر استوعديني لما رقع لي في صوتك أخوك يكون أول واحد يسمع صوتك بعد ذلك يحبس المتهم عبد الحميد عادل عبد السلام وشهرته مودي أربعة أيام على زمة التحقيقات ويرعى عليه التجديد في المعد القانوني يرسل الحرز المشتبه في كونه مادة الكوكاين المخدر للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ويطلب المقدم شريف حافظ لجلسة التحقيق بكر طب والله والله أنا ديك بي ولا ليك علاقي حلفان أنا كان نفسي أفتخل من أسبك وأتفاشخر بيك يعني 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 مثلا تجيني بيتي تطلبها مني بيتي أيوة ما رحب بصصلك شوية كده وقلبها في دماغي وفجأة أروح قايم واختك بالحضل أقول لك مبروك يا ابني ربنا يا سعدكم أنا ما هعمل إيه بقى بنت أخويا هعمل إيه هي اللي يلا أمهرني يا فندم طلبات حضرتك إيه أنا مليش طرباء أنا عاوس حق ربنا اللي هو إيه يا فندم شوف ساعتك أنا أخوها اللي أرحمه كان سايب حوالي تسعتاشر تسعتاشر ونصر ولا عشرين مليون جليل سهل بعد إذنك ما فيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيلة يريد تقول لي طلباتك ببساطة ما أنا عارف ساعتك إن وقت ساعتك مش ملكك أنا عارفها كويس قوي بس يريد برضو تاخدني بالراحة كده عشان أنا لازم أفاهم ساعتك الموضوع من أساسه عشان تبقى على النور برضو ما لوش لزوم يفاهم بيه خلاص إحنا بقين أهل قول لي طلباتك وأنا نفزها لك هو ساعت البشر بدأ بيقول اللي العم يارس التلت والبنتين كل واحدة فيهم التلت يعني تقريبا أنا حب نصيبي كنا حوالي يعني ستة مليون وشوية فاك بس شفت بسيطة إزاي والله بسيطة شفت ساعتين بيه والله بسيطة يعني بس هي بنت أخولي بقى اللي حب تخلي في الشارع فزوارت في الورق وعشان تحرمني من حقي خلي حلك مستريح تفضل 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 سبع مليون جنيه كويس يا سلام يا سلام عليك والله يا عمر نظرتي ما خيبت فيك قبلا ابن قصو صحيح فاهمي بيه مري مملك ولاد أخوك يعني ولادك والبيت بيتك تشرفني في أي وقت ربنا سالك وخليك يا شيخ ربنا يديم معروف يا فن وإن شاء الله من بكر الصبح عالمحكمة جريح خلي المحامي يتنازل إن شاء الله مرحكمة جريحة 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 موسيقى و أنت أفت؟ و أنت أفت؟ ماذا؟ الوهد داري موفقشي ليه يا بني الرجل عارف ومتأكد ان امراته مزورة اه ايوه في خاف عليك تتفضع بعت جابني وقال اللي انت عاوزه ورح مديني اللي انا عاوزه وقال يا دار ما دخلك الشر فهم؟ موفقش ليه بقى انت فاكر ان هو عمل كده من وراه ابدا وهي المشكلة هي تعرف ولا هي ما تعرفش المشكلة انت ازاي توافق اه 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 اوني كيا نادية نعم ماشي الوهد ده من قدامي عشان ده حيعصبني وحديينه بالبنية في مره خير وحنطول يا ابني يا ابني ويرفض ليه يرفض ليه ده حقنا وعدل ربنا عادل ربنا انتو شايفين كده؟ ايوه انتو شايفين ان ده عادل ربنا ايوه ايوه يولا يولا ابوك دلوقتي ما عفله واستعيشنا ملوك العمر الكل وتوز بقى في الباقي احنا منا توز في الباقي؟ طب ومريم يا بابا مريم بنت اخوك اللي انت خايف عليها وعايز تجيب لها حقها من اختها المفترية احنا ملا بيها تطلق ما تطلقش تتهبب ما تتهببش مريم خلاص شلها من دماغك خالص خلاص مريم خلاص الا اذا اشفاء اذا جاتلك لحد عندك وبكت وققتلك طارق ارجوك يا طارق اتجوزي في الحالة دي بس هقولك طارق يا ابلي انتكل على الله وتجوزها ليه؟ لانها برضو مهما كان بنت عمك لحمك ودمك واللي هم منها انا بقى في الموضوع فوق ده كله يعني انا ساعتها تطلب القرشين اللي هيش هيلانهم اختها ويبقى ازيادة الخير خرين طارق يا ابني استنى رايح خرين انا ساعتك بيكم المسير اتمنى اهلا وسهلا اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا سيك اين افضل طبعا انا اسف جدا ان انا جيتلك من غير معاعدة ايا راجل اتفضل اتفضل اهلا وسهلا ده بيتك اهلا بيك يا فندم اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس انا شفت الوالد النهاردة خييي هيل الحقيقة انا جاي عشان اقول لخضرتك ان انا جاتلي مسج من ساعة مريم بتقولي فيها انها سافرت هي لسه هتسافر لا يا فندم سافرت لا انا لسه كنت بحاجز لها النهاردة الساد ناديم مريم في بيروت فندم على فكرة هي بعتل حضرتك مسج على موبايلك بتقولك فيها انها هتسافر لا انا ما عنديش مسج جدا اهو وضح جدا ان حراك ما شفتهاش عشان كده هي طلبت مني ان ياجي وابلغ حضرتك اه فيه مسج فعلا حضرتك عندك فكرة هي بتعمليه في بيروت كل اللي انا عرفه ان هي سافرت ومش راجعة مصر تاني خلاص قررت انها تعيش على طول في بيروت مع خلتها اش قلتلك بيتزا اسرع بيتزا هي اعملت ما طالب سوشي كده كده شور هيك اه امسك 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 الحتة دي لحد ما السوشي يدي انا باكورش بيتزا عام ام اكورش وبعدين دي مارجريتا او بلاش طهار ام السوشي بس اه السوشي بس بولي تيه انت بيت محلوية قبل مندر كده ليه ما جيبت 300 جنيه ما انت جيبك مليان فلوس قد كده وبعدين انت مش لسه بيع الدهب اللي انت غلقته من الولاية اياها اه دي احنا جيبنا نق انا نقطق منك 300 جنيه انت ما لقاتلم انت بوك بديك فلوس قد كده مين فينا اللي بينقق دلوقت يا شيخة خش يا ابني انت هاشوفوا ليه جوا لا يروحوا فين يروحوا فين يا فندا انا خالد يا فندا انا خالد يا فندا لا لا في السياسة او لا في الدين يعني لا في اي حاجة شمالك الحاجة دي مليش فيها يا فندا بديه ازاس خمرة تقدر تلاح حشيش الواد ده مثلا كان بيشم المشوية بس يا ابني اللي اخو البيت اعمل اخو البيت اي اه ما بس اتباش حبيبي انا ابيش هالي باجع عند حضراتك اعمل محاضرة وتنزل عليها فاكرني اكيد يا باشا فين اتدهب يا ابني لا دهب ايه خدوط يوم مش هتبق قضية الدهب اعمل تسمىال ماذا اغر tests خوص بخاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اجي معك انت امر اوي كده ورده اتب متشكرين لك اوي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البلد محتاجة مشاريع كتيرة زي دي دواجبنا يا فندم وعايز اقول السيادتك كمان ان انا بعمل مركز طب علامي جوا المدينة هيشرفني جدا انك تفتتل اكيد طبعا اكيد بسي يا فندم عراحة عاف، 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 جدا طيب مع السلام، الله يسلم صمحت راشوانس، ممكن نعرف هذا مراشا محبوب مختافة في المواطنسات امشي يا ابني، امشي ما شوفش وشك في الشاركة تخذي أجازة طويلة تسافري برا مصر بالله العظيم، لو مش شليت خدمات اتماعي، لكنت عملت حاجة تاني ما شوفهاش في الشاركة يا جماعة ما خبيش عليك الدنيا مع كوكا على الآخر قدي السلاح بدون تنخيص والدام اللي بتبلغ عنه وشوية بلاوة تانية كتيرة قوي لانا معناش تطبخ يعني سانا مع الإقاف غرام حاجة من الحاجات دي وانا برضو لعرفك بقى شغلك انا مش عايز اقولك نلقي الفيديو عندك على الموبايل وانت بتأتي الفيديو بس بس ما تسكب بها فيديو تاباتي مش هامة والله العظيم مانا مش بقولك مع كوكا يا عم حكوكا ايه بقولك من شانا ده واحد شبه والله العظيم شبهك ازاي دول غادوا الفيديو واندول فحص الفني بس بس يا سلام اللي او طلع الرجل اللي اتقتد ده مات بنفس عيارة طلاقات الرشاش اللي بان في الفيديو طيب بس 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 وانا جيبك معي وانا معاه بس وانا كان نفسي بقى معاك كاليسي بس وازمن عني وازمن عنك ايه بس ولي مش هينفر ولي مش هينفر هينفر اعرف يا مليا اللي اسمها ملك الجرح اه احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوعها يضطر مخاشا خطر مدين فخري ايه ايه وده ينفع كده ريسي اه ينفع مدفع الشرق ده مش بايد ندين فخري ولي جي طلعن انا اتشهد عليها جوا ويجي طلعن هاي عبد الحميد رجعت نفسك ونا وتتكلم وليس عند موقفك على اموم تحريات المباحث جات لنا واحسن لك تتكأ انا قلت لحالتك كل حاجة انا معرفش حاجة عن المخدرات اللي كتسو الشقة دي اكيد حد احطها دي يا راجل انسى بقى موضوع الكوكايين ده وركز معي ده انت طلعت دولي مش الانتربول طلبك هربان من قضية في امريكا ومختفي هنا ومبتظهرش خالص وما معكش تليفون محمول والبوديجارد اللي برا هو همزة الواصل بينك وبين زباينك وقال عامل نفسك بتاع تاتتو وانت بتبقى لهم كوكايين انا كل ده ايو انت كل ده وحد من زباينك اتمسك واعترف ومش بس بتاجر ده انت بتجلب مخدرات من بر ودي الواحدها فيها اعدان لا انا مش معنا كل الحاجة لحاجتك بتقوله ده مش انا خالص مش انا ومالمين دين الامان ولا الله حاجتك معاولة وفي امان اكتر من يار انا انا فعلا كان علي قضية في امريكا وهربت بس القضية دي ظلم اللي هربتني من امريكا تبقى بنت بنت مرات الراجل اللي انا كنت بشار عنده مين هي دي بقى ملك الجرح هي اللي قالت لك تقتل؟ ايو فندم هي اللي قالت لقتل والموضوع اللي علاقة برجل اعمال مهمة اللي هي متجاوزان اللي هو مين؟ النديم فخري انت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول ايا يا سامي عشان تعمل بلبلة وضيع وقت لا يا فندم ده حضرك انا اللي اعترفتلك ان انا اللي قاتل بس مش لوحدة ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجة وبعدين حضرتك عايز نص الحي اول الحي كلها ا någonting مش معقول مش معقول اهلت 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 supportive اهلت 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 jestem اهلت 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 driven اهلت اهلت مفاجئة في الدنيا وحاشتيني اهلت اهلت موضوع ليه ما قولتليشى واقارتك منبطار والتتجيلك على غ מחبط اهلتك تعمل ايه منبطار اهلت أهلت ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ فغي فغي طبعا، اهلم يا روح اهلم يا روح وحشتيني وحشتي بابا كوفي انا عمراك ومسجع ايه بقى؟ انا خفيت يا روح قلبي مبروك بجد يا نديل، الحمز الله كل التحليل طلعت ناجتة حبيبي خف بعد رحلة عذاب يا روح قلبي، مبروك يا روحي، مبروك يا روحي، ده انتو جايبين اخبار حلوة بشاك، لازم نحتفل بقى، لازم نحتفل طبعا لازم نحتفل دي رن تعالي حبيبت، اكيد قدتك وحشك يا اوي فوق صح؟ تبقى اللي اسبقين على فوق لها انا هعصلك اوكي اوكي ترى الوكر انا خفت بقى؟ و اللهي خفت لكن الدكتر قال إنه نسبت شفاها 90 في الايه هم مع ترحلة العذاب دي الحمد لله الحمد لله؟ انا تخضيت لما ولتلها تلعي يقطك أنا ما كنتش عايزة أقول لك قدامها أن أنا كلمت باباها وبلغته طيب كويس وكمان هما طلب أنها تقعد عنده كام يوم أصلا ما حبتش أقول لها أولا مسألك الأول يا ومالو يا روحي تروح طبا بابا أصلا ما أحبش أخد قرار في حياتي أو في حيات بنتي من غير مرجع لك أنا مجد أحبك وأنا مامت فيك إيه الحلاوة دي أنا كنت وحشك لقد درجاني جدا كنت وحشني جدا أنا بحبك قوي ندي مجنونة بيك بشوف دي دماريا تطمينيني عليها صدق هي بتقول إيه؟ حاجة غريبة إذا نبعت لها فلوس على بايروت مو مالو نبعت لها أنت عارفة نعمل إيه كمان مهم خلاصت له ورانا ونطلع بايروت نعمل شهرة عسل جديد إيه ده بجد؟ مهم ورانا إيه؟ تاني؟ مهم ونرجع بيها واحد رجعين بسا ما عرفش هي عملت كده ليا أنا كمان فجأت مجنونة وأختي وأنا أكتر واحدة عرفاها بس طيب وبتحبك بس يعني قلت لنا بتحبك زي أخوها عشان كده أحكت لك على موضوع الليسي اللي أنا كنت أخبي عليك باقول لك يا روح مهم؟ ما تبيش تخبي عليك حاجة تاني؟ هو أنت تتني فورسة حبيبي وتخطفتني خطف وبعدين ما أنت كمان تلاقيك عندك حاجات كتير أنا ما عرفهاش أنا كنت مخبّ على أي حاجة هقرها لك كلها هقرها لك كلها هقرها لك أسمعك أسمع دين دا الوادي لا وقت للكلام ملك ملك حياتي الحمدلله على السلامة الله يسلمني إني فجأة تحفة دي شكده؟ وإيه دا إيه دا إيه الحلاوة دي شوفتيك تغييرك دامد دا نورتي مكتبك مرسي يا نوع حكيلي أخبار مست النديم إيه و وإنتي بعد الجواز لا أنا ممسودة قوي طب الحمدلله مالك في حاجة؟ لا خالص لسي المكتب محيشني قوي والشاركة أو أنتو طيب طمينيني طمينتي على رانا؟ والحمدلله من هو عدينا بنحاور طيب أنا سهواني بالزبط من السكافيكي بعدك لا 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 مش عايزة حاجة عايزة عود شوية لوحدي لو سمحت ما حد يش يدخل علي إلا من دهلكم خاضر طيب أنا بقالي 8 ساعات باسمعك وأنا قلت لحضرتك كل اللي حصل أعظونا يا فندم مفيش متهم اسحل مني يعني أنت مش معترف بسرقة الدهب اللي أنت بتقول إن الستة ديتهم لك بمزاجها ومعترف إنك قتلت أيوة فندم لكن مشتي واحدة زي المقولة لحضرتك ملك الجرح هي اللي وزيتني عمل كل ده هاتها وسأله يا فندم وارد تجيب جوزها نادين فخر كمان وتسأله ممكن صجارة يا فندم؟ لا طيب اكتب يا ابني تسلخ نسخة من التحقيقات وترفق بمذكراتنا وتعرض على معالي المستشار المحامي العام لتفضل سيادته بالنظر والتصرف بشأن ما أسيرة عن واقعة القتل المشار إليها في اعترفات المتهم معيش شفين ده معناه إيه يعني؟ يعني إحنا هنكمل مع بعض قضية سرقة الدهب والسلاح اللي بدون ترخيص إنما قضية القتل دي احتمال ترجع للنيابة تاني اللي كانت بتحقق فيها ملك في واحدة ستة برا كده شكلها مريب وغريب وبتقول إنها عايزة تقابلك وتعرفك لا أنا مش عايزة قابل حد شوفي هي مين وعايزة إيه وتعليق ليه طيب أنا عملت كده على فكرة وهي برضو مصممة وعايزة تدخل شوفي لها سكة يا نوع طيب حاضرة أوكي إيه؟ 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 إيجارة إيه يا مدام؟ إيه تدوقتيني وعمل معرفة مكانك إيه ده إيه ده إيه؟ إنت مين؟ إيه ده أنا مين؟ هو أنت مش فاكراني ولا إيه؟ لا إرجعي بالذاكرة الورا كده تلاقيني قاعدة على جنب فكاري بصي روح إنتي أنا أبعط لك رامي أمشي روحي بقى أمشي نعم واروح أقوله إن المدام بتاحته مدام راشا هي اللي وزاني عليك هو وليه بقى هو اللي قالك إنه باتفق معي؟ أيوة يا حبيبتي وبأمره كمان إن أنا سمعت آخر مكالمة كانت بينك وبينه حتى بالأمر أقولت له أنا نص ساعة وأكون هناك هقول لي السواق يمشي وبعاتل الناش عشان تضرابني افتكرت يا حلوة تفضل وعد شكرا كان قلبي حاس إن القضية دي مش تفضل ضد مجهول عايزك بقى تهيد لي كل اللي قلته لحمت بيه فتحي قبل القضية دي مستخرج مالحافظ شوف يا فندم باختصار يعني نعم أنا مش عايز باختصار أنا عايزك تحكيلي القصة بالكامل قبل ما نفتح محضر ونخش في سينو جيم تحت عمرك يا فندم هحكي لحضرتك مساء الخير يا نيسا نهار مساء الخير يا أستاذ البشاير من فضلك كنت عايزك في كلمتين على انفراد نعم إيه دا مش فهم ياريت نتكلم لو حدينا طيب من غير ما تقول لحضرتك طيب أنا أدب فيها انفراد بقى استأذر أنا أسيبكو بقى والله يقول لك زو أطلب لك حاجة طيب تشبه هاي ياريت أنا عايز قهوة سادة وطلب لها لمون علشان يروأ دمها علشان هيتحرق طيب شوية طيب ما نخليهم اتنين لمون والله يقول لك زو والله يقول لك زو همه مخفوة شقيق تخوة يا لا Не شоلي لك بقى نشرب شربط فرحتك في هذه العملي باي خلي ايه بقى؟ احنا هخسرنا القضية نعم القضية اللي كان رفعها فهمي على ملأ هل أتمنىali؟ اتمنى الشرق ؟ هاي عرفتها تعمل إيه يا أنيسة نوان الحقيقة أنا مش عارفة حضرتك لين اللي عايزني أنا اللي بلغها أنا لو بلغتها أنا هتتعصب علي ومش هتسمع بيئة كلامي اللي هو اللي هو أن لسه في استقناف وأن الحكم ده مش آخر الدنيا بس إن شاء الله نلحق نعمل الاستقناف بسرعة قبل ما عمها ياخد صورة الحكم دي ويرفع بيئة قضية التزوير طب أنا ممكن أكلمها لك وحضرتك اللي تقول لها الكلام ده يا أنيسة نوها فهمي أنا قصد يعني وأنت قاعدة معها كده في ساعة روقان ممكن تسرسبي لها المعلومة تقول لها الخبر من غير ما هتحس يعني ويا سلام بقى يا سلام كمان لو أقنعتيها بالحل الودي حكي ما أنا عزي الحلول الودية جدا وبعدين بعد ما روحت لها المكتب وهدتها نزلت من عندها وروحت لإسم عملت محضر رختها إنها كانت عايزة تقتل يوميا بالليل فجأت إن ملك جايلي البيت إيه مش هتقولي تفضلي واضح يعني إنك عرفت إنك غلطانة ورجعتي نفسك وعرفت إنك مش هتقدر يتسد معايا لا من ناحية هسد فنقدر أسد قد ماشرة زيك بس ليه نخسر بعض طالما قدرين نكسب من بعض نكسب من بعض زي يعني تشتري الخمسة مليون بتوعك بخمسة مليون تمليون بحشرة مليون لافح يميني لافعينك قعدت تكلمني عن مستقبلي وإنها ممكن تأمنهولي لو حطنا قدينا في قدم بعض وإنها بحاجة صعبة وما ينفعش إيش فيها إلا القوي غسلت لي دماغي يعني وكتبت لي شيء بمبلغ محترم طبعا يا فندم أنا ماخدتش بالي للتاريخ اللي مكتوف الشيء وعمره معيك وإنها كان مكتولي 31 في فبراير دحكت عليها يعني يا فندم ونومتني تنوم مغناطيسة وبقت بتعملني زي ما تقول كده على النهبر أي حاجة تقولي هالي عملها يعني على أمل إنها تدينا العشر مليون جنيه اللي وعدتني بيها وقفت بها ربيتي قدام بيت وليد كان مفروض إنها هتكلمه عشان ينزلها وأول ما ينزل أقتله أيوة يا بنيتو انزل لي أنا طاحت مستنياك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هاااااااست حابة بقى نزلها على يوتيوب؟ ولا نقطعها ترانشات؟ ونزلها على انستجرام ولا قولك بلاش حرام مونش علي برضو إن أضيع مستقبلك علي فكرة أنا محتفظ في الفيديو ده ولو عايز ممكن مديهولك بس آآ كله الثمن مش قلتلك هتدفع ايه؟ هتفضل مسبهلني كده كتير؟ يلا يا بابا يلا يا حبي وابقى خد الباب وانت ماشي ووشك ده مشوفوش تاني عارف لو فتحت بوقك ولاتكلمت ولما شفت المنظر ده تاني الفيديو ده يروح للنياب يعني وش كده اعدام معرفتش ليه خليتك تيت الوليد؟ بالصراحة لا يا فنت وانت مسألتاش؟ لا انا في الوقت ده كان كل المهم بالنسبيلي ان انا اخد الفلوس فمسألتاش؟ جلال؟ عايز ايسي جلال ده؟ مع اصل فيه خبر مش ولابد كالعادة شبه ويعني مصدر ان انا عشنا اجي اقوله لك فيه يا نوح ما تتكلمي؟ خبر ايه ده اللي مش ولابد؟ عمك عمه فاهمي؟ ماله ده كسب القضية واستاذ البشاير ده بيقول ان الموضوع مش هيتحل غير ودي مابينك ومابينه يعني انا طلعت فعلا مزور امده تابويا؟ اه لحنا مش مهم بعدين انا عبقى لاقي حل الموضوع ده ما هو أصل في حاجة تانية بس بخصوص ناديم ناديم؟ ايه؟ ناديم قاعد مع عمك وانت مسافرة ومفوض انه كان يعني صلح المشكلة دي مش فهم حاجة مشكلة ايه؟ ناديم دفع لعمك كل الفلوس اللي كان عايزة منك يا ملك ومقابل ده انه يسيب القضية اما هو ما سابهاش ده أمر ضدت وإحضار لملك لطف الجرح عايزة تكون قصادي بكرة الصبت هنا عمرك وانت طب ايوة يا نوها فيه ايه؟ ايوة بقى يا نوها حلو مشاكلكم بحيد عني مش كل حاجة تقولولي معلوا رامي ايه؟ اتقبض عليه؟ ليه؟ بيشم؟ طيب بعتينه الجلال ليشوف المصيبة دي باي ايه كم المشاكل دي انا مش مصدقة احنا قولنا ايه؟ مش قولنا لما تيجي المشاكل الصغيرة هنفتكر ايه؟ ايه؟ شيء عوض عالي عوض مين عالي عوض ده؟ اه اه ايه بي انا مش مركزة بتوتر التاع بعدين كفيها مشاكل اللي عامل هالي عام دي لما هو جايلك انا قلت ليش ليه؟ ما فيهاش حاجة حبيبت انا عايز احليلك المشكلة لا فيها فيها انك مردتش تلمحلي انه هو انا اصابه قبل منك فلوس كنتش عايز تحرجني ملك ما بتسأليش ليه على رانا مين اللي قال ده انا بنا لسه قفلة معا قفلة معا ده انت يوم تستحمليش تعيشي منوره طبويا يا حبيبي عندي حد غريب مش دابت باباها طبان بيتي بتحب السيدة من انت انا بحب اي حاجة انت بتحبها او بس بس طيب بتحبك بس يعني قلتلي انها بتحبك زي اخوها عشان كده حكتلك على موضوع اللي ليس قالوا نحن هنا اللي واخد عقلك انت فيك ايه مضاير فيك حاجة مش مزموطة انت فيش حاجة متغيرة فيها حبيبي انا زي مني لا ما انتي زي ما انت ليه انا هي هي ماريو اللي انت تعرفها انا ملاكة اللي هي تعرفها اللي انت تعرفها بزبط بزبط انت ماريو انت مش ملك انت مش ملاك انت مش ملاك او انا مش ملاك انا ماريو مرافتيش بيروت انت بتتكلمي او انا بتكلم اعرف من انت بس هاتنشوفتك ما وانت بتتجوزوا وانت شهدوا انت وانتشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك لك قال لنا محمد عبد الله الرسول يقول الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ان انا سفرت وفس انا فرحية وروحت لها فرنسا واتفاجأت بيه هناك واستغلت وجدرنا في المستشفى وبعدت لها مساج قلت لها مخنو اعايز اتكلم بكرت مركب في الثاني وتخانقنا زقتني زقتها وروحت في المية وانا عارفة انه ملهاش في النار بعدت تستنجل بيه وتقولي لحقيني والسي ما تستهلش ياسبتها وعنت تفرك عليها لغاية ما غرقت ورجعت قوديل خدت حاجتها قصت شعري زيها وما انت كل حاجة ايها بتعملها هاتا تتو عملت وبرفة بتعا كل حاجة وراحت لرن المستشفى ما شكتش الحزن ما شكتش الحزن ان انا امها رحتي كانت ريحة أمه هدومي طريقة كلامي كل حاجة كانت هيا وخدها وخدت بصفور ملك ورجعت هنا ورجعت عشانك أنا بحبك يا ديم أحبك أحبك إيه أنا عشبتك عارف يعني إيه عشبتك أنا ما أقدرش حيش من غيرك أنا دي ما أمن من غيرك ممكن أموتش أتالتي حببتي عشان بتحبيني أتقلش يا حبيبتك أنا حبيبتك هيوش حبيبتك عمري ما أحبتك دي كذابة تقلش أختك عشان بتحبيني مش مش أختي إحنا أخوات في الشبع بس تركتك دي جريمة تقلش عشان بتحبيني كل الناس كيف بتحبه أكتر منتهم عمرنا من إحنا وصغيرين ملك ياريتك زي ملك ياريتك ربعها حتى إلا ما أنت مستعترة فشلة أنا مش عارف أقول للناس إيه أقدمك ليهم أقولهم إيه أقولهم بنت الفشلة حضرات حتى السرواء العامة خدتيها بخمسين في المئة ودخلتك ميت كلية كل ما تخش كلية تسقاطي 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 لحد ما يرفضوكي وفي الآخر جايبه لي ولد تافي صايع فاشل زيك تقول لي عايزي كوزدي لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني أنا مش عايزة أسمع التالي نهائي بس أنا من حقيقة دافر عن وجهة نظري وجهة نظر إيه انت فاكراني ما سألتش عنه بقولك تافي فاشل زيك خافي أنا عايزة أطلق من حاسي هو لا لا فكرت كويسي قبل ما أتعدي قرار زي دا أكيد لا لا اي حال أنا واسك فيك جدا وتريد تفكيرك وفعالك وتأكد إن أي قرار حتقدي حيبقى صح منسبة 100 لكن بس أنا ليه طلب واحد ايه هو فكري كويس في مصير بنتك لأن مش عايزة تتربع بعيد عن بيته أبوها زي ما انت انت ربتي بايد عني لا طبعا اتطمم من موضوع ده انا هتفع مع حزم على طريقة حضرية في الانفصال اوكي ويريت ما تكونش بتيله اي حاجة عن اختك المستهترة دي اصدك عن الولد العايز تجوزها ده ايه بلد فاشل صايع شمام ابوه تارده ببيته وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه تأكد حملت سيك يعني يا حازم مهما اختلفنا معا لكن فيما هي استاذ جامعة راجل محترم اه راجل محترم بس انا مش مبسوطة معا اتي دي حياتك وانتي حرة فيها وانا وسط فيك وفي اختياراتك انتي مش زي اختك الفشل دي هي الاحظة وهي الاحظة وهي الاحظة وهي الاحظة وهي الانجح لأمتى لأمتى حتى المجبرنا كل ده متغيرش انا الخرصة وهي الشطرة انا الفشلة وهي النجحة انا محبك هي محبتكش فاهمي انا ايه محبتكش كسبت عليك هي ورا كل اللي حصل لك مع رشاد دخلت مكتبة وفتحت الدرق ولاقيت موبايلات كدير وفتحتها وشفت صور مراتك مبغوط على رقم تليفونك وبعدها ميسج وطلعك عايز تشوف مراتك في السريل مع واحد روح على العلماندة ورسيلها مع وليد وكل مخططته وصور الليسي وبيقت الوليد نجد عايزة تاني عايزة تاني عايزة معك فاقلك نجد صدقني هنكو ديب انا بحبك انا مو كرة موج مرغي انت انسان الوحيد اللي حبيت انا بقيت مش انت كان نفسك في ولد أو بنت يعوضوك على اللوج يالله يرحمه كاوب انا حامل انا حامل حبي انا حامل في ابننا افرح انت محرم علي انت وقت امراضي انت مش طبعي انت مجموعة انا اش محرم عليك انا حبيبتك الحقيقية ودق ابننا وحنا التلاتة انا نفسي في السعادة دي انا دي متحرمنيش منها من ان الاتحة ان تحرم مجبنة ان انت محرم انت محرم ان تجت علم انت محرم شوطا 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 موسيقى 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 ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فده، مطلوب العبض عليها ها، قلت ايه في اللي قتولي؟ مش عارفة يعني مش عارفة موسيقى أصلي أصلي ايه؟ اتكلم يا مالك أنا مش مالك مالي انت مي؟ أنا مريم، واختها التوقم ثابت في محضر جمل استدلت انك لما اسألتي اقريت انك مالك ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت انك مالك موسيقى بس في الحقيقة انا قريم، مش مالك طب ليه قلت انك مالك؟ طب بلاش كده؟ فين مالك؟ مه ما سفرة ما سفرة فين؟ ما عرفش مالك، انت مقبوض عليك في بيت الزوجية وفي وجود زوجك ناديم فخري اللي شاهد بإنك ملك فبلاش أمور اللف والدوران دي لإنه مش هتفيدك بحاجة الله العظيم أنا مريم ولا ليه دعوة بالمخدرات ولا إيديا ولا قتل تحد ولا عرف حاجة عن التهم دي أنا مريم هاي يا خالد هي مريم فعلا ولا ملك ملك مين دي مريم يا فندي أنا كنت متجوزة وأنا تعنى هاي يا فندي ملك الجرحي اللي هربتني من أمريكا أنا معرف حاجة شو العمر شفتك هو يمكن أكيد بتكلم عن ملك مش عني ما عرفه وش أنا متأكد أن هي يا فندي هي دي ملك الجرحي ملك الجرحي ملك الجرحي دي ماذا زعلان مني؟ انا عملت كل حاجة عشان بحبك انت حامل ردي علي حامل ولا لا كنت فكرة نفسي حامل بس اوعدك لما نخرج من هنا هنجيب لك بنت زي لوشي ولا انت بتحب الولاد وخلاص هنجيب لك ولد زي الأمر شبهك هتطلع من هنا لحب المشنوع نعم انا ممتش عليك ملك هي اللي قتلك مين اللي قال كل ده ممكن يبقى تلفيه انما انت اعترفت لي انك اعترفتها تبقى مكرمة وتستهري لأعدام يا نتيب انا ما قتلتاش هي اللي غرقت انا مش زنب ان اي مبتعرفش دعوني وعدان انا عارفة ملك كويس وعارفة كويس او اي بتفكر ساي بتكن ممكن باعت الشر يعني تدلك لا شدقني انه بدي من ان خلصنا منها مين اللي قال لك انه كنت عايزة اخلص منها وميني اللي صورلك إن كان ممكن أحبك في يوم من الأيام؟ لا ما تحبنيش هو أنا أقل منها في إيه؟ ولا يعني كان لازم أمثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطرة شوي لا أرفض تتحك عليك عشان تتجوزها وتحبها اللي عبدها صح يعني طول عمرها بتحكي مع قلها في كل حاجة لكن أنا أنا كل اللي حلتي شوية أحساس هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره بتزعليه كلامك مش هيزيني ويخلينا أقول لهم إنك مارين مش ملك هتطلعي من هنا على حبل المرشناء ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقليل من قليل صدقه هيعملوا لتحاليله لما عملوا الـ DNA هيكتشفوا أنه متطابق لأنك دوء يبقى مفاضل شغل البصمات أنا ما حيت كل بصمات ملك من على أي ورقة رسمية يفضل بصمتك أنت ليه أنا ديم ليه؟ ليه بترون على كل دوانة اللي بحبك عشان قتلتيها من الراجعة حبا قدلت الإنسانة الوحيدة اللي أعبتها في عياتي يفضل 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة